خليني أسأل حضرتك يا أستاذ مزيد خليني أسأل حضرتك عن الكتلة السكانية اللي في مصر إحنا الدولة الحقيقة بتحاول محاولات عديدة منذ سنوات إن إحنا نخرج برحيز الأربعة والخمسة في المية بكم في المية بوجة نظر حضرتك الدولة نجحت في هذا الأمر؟ يعني خرائط العمران الجديدة قد تضيف 7% إلى 7% القديمة من المسكونة أو المعمورة المصرية حيث يسكن الناس طبعا في الفترة الأخيرة جرى توسع في إنشاء مدن جديدة يعني نحو 200 مشروعات جارية بنحو 24 مدينة جديدة أنا أعتقد أنه هذا تقدم في الاتجاه الصحيح اللي هي فكرة توسيع رقعة المعمور المصري تاريخي وطبعا هذا تضمن ثورة أو تقدما لتطور ملحوظ في مشروعات النقل من أول نقل السكرة الحديدية إلى غيرها إلى المنوريل إلى 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 طبعا تشبيك هذه التوسعات مع المعمور الأصلي أمر مطروح وإضافة طبعا لمشروع تطوير الريف المصري الذي أشار الرئيس في اجتماعه مع عدد من المختلصين الأمس إلى فكرة ضرورة وجود بيانات دقيقة وتكليف أكاديميين وإحصائيين ومخططين بمراجعة البيانات مراجعة البيانات والاتماس حس الناس أمر صار مطلوبا جدا سواء في تسجيل الشهر العقاري أو في غيره وأنا أنتهز الفرصة لأقول ببساطة أنه على وسائل الإعلام أن تسمع من الناس وليس فقط من المسؤولين سوزان ديل يمكن في هذا الشأن رئيس دايما حريص على فكرة الجداول الزمنية وأن تنفذ المشاريع في موعدها تحديدا كمان مشاريع الإسكان إلى أي مدى ممكن يكون فيه مشاريع نفذت في موعدها أو تنفذ في موعدها ولكن مسألة نقل الناس إليها حركت كلمة عن نقطة المواصلات وكان دايما عندنا في الفترات السابقة مشاريع ولكن صعوبة انتقال الناس إليها لعدة أسباب متعلقة بالأشغال متعلقة بالمواصلات متعلقة بمدى وجود شرايين توصل بها بالمدن هل دي هتكون أزمة موجودة في الفترة القادمة؟ يعني لدينا تجارب سابقة مدن جديدة 6 أكتوبر وغيرها كانت في وقت من الأوقات غير مأهولة أصبحت مزدحمة تماما يعني التطور الجوهري الذي يحدث وينقل السكان يعني لا ينقل السكان بأوامر ينقل السكان بالإغراءات والحوافز بالإغراءات والحوافز والتسهيلات من نوع شبكة الطرق والمواصلات وتنوحها وربط شبكة سكك الحديدية الجديدة الكهربية المكهربة بشبكة سكك الحديدية القديمة يعني أتصور أن الرئيس في المشروعات التي نفذت في السنوات الأخيرة يشهد القاصي والداني وأي منصف أن المشروعات تنفذ في موعدها وهذه واحدة يعني فكرة من عناصر الثلاثة التي يركز عليها الرئيس اللي هو أقصر وقت وأعلى جودة وأقل تكلفة طبعا رغم الحرص على أقل تكلفة نلحظ أن هذه المشروعات تكلفت يعني كثيرا جدا فيما هو معلن يعني مشروعك المطروح اللي هو تطوير الريف يتكلف 500 مليار جنيه نحن بصدد يعني 6 تريليونات جنيه أنفقت يعني بصدد مبالغ هائلة جدا جرى انفاقها طبعا مشروع فكرة الإسكان في مصر كما قلنا من قبل هناك عدد هائم الوحدات السكانية المغلقة أو المطروحة لكن دائما ما هو مطلوب هو تيسير الطريق من طالب السكن إلى السكن تيسير الطريق طبعا يتضمن شبكة الطرق وتسهيلات الانتقال لكن هو يتضمن أيضا في الجوهر وهذا ملحوظ للأحد ما في مشروعات الإسكان الاجتماعي فكرة التيسير في الدفع والتكاليف يعني يعني دي مسألة مهمة جدا طبعا رئيس تيسير سكانية هناك طرق أخرى من الطرق التي طرحها الرئيس على سبيل المثال أنه لو طررنا إلى هدم عمارة معه ماذا نفعل بسكانها ماذا يفعلون لكي ينتقلوا هو طرح على سبيل المثال أنه يمكن تقصيد الوحدات التي ينتقلون إليها المبالغ وتكلفها أو العرضها بصورة تتواءم مع ما يدفعونه من إيجار بالفعل طبعا هذا يبدو حلما لكن هل هناك قابلية للتحقيق هذه الجزئية الجوهرية يجب أن نلاحظ دائما العنصر الاجتماعي نحن نتصرف مع ناس مع شعب مسقل بعباء رهيبة جدا فلا يجب أن نتحدث فقط عن إمكانية إقامة مدن لكن نتحدث دائما عن إمكانية شغل هذه المدن وبوسائل وأساليب قابلة ومقبولة قابلة للتصديق وقابلة للدفع من سواد الناس مصر ليست بلدا من الأغنياء مصر 90% من سكانها في أوضاع نعرفها جميعا يعني فيه فرفرة